الأمطار أمطار الخير التي عمت هذه الأيام عددا هاما من مناطق المملكة لم تستني مدينة مكناس، مكناس التي تأيش هذه الأيام على وقع المعرض الدولي للفلاحة في دولته الرابعة عشر لم تكن الأمطار عائقا أمام العاردين أو حتى الزوار الذين حجوا إليه بكثافة بحثا عن حاجياتهم بين أروقة هذا المعرض المتعدد المنتجات المرتبطة جميعها بقطاع الفلاحة الحمد لله أمطار الخير، أمطار خير وستبشرنا بها خير إن شاء الله من لنا القدام الجميع يدرك أهمية الأمطار وفوائدها في حياة كل المخلوقات وأن مع غيابها وقلتها تغيب الخضرة وتحل اليابسة وتصعب الحياة هذه الأمطار زينة الفلاحة المعصوصية، الحموص، العدس، الدراق، مزيان الماشية، الكالاء، مزيان الموسم الفلاحي تنقد بحمد الله ورحمة الله رغم التأخر النسب للأمطار في الموسم الفلاحي الحالي وتخوف الفلاحين في بعض الجهات المملكة من موسم جاف إلا أنه طولها في هذا الظرف بالدات مع مناسبة المعرض الدولي للفلاحة كان له وقع طيب على الجميع وسيكون لاستثمارها وفق الفلاحين والعارفين بشؤون الأرض وتربية الماشية منافع كثيرة على مجموعة من المحاصيل الزراعية وعلى الكلاء